هكذا يتعرى زيف الدعاية في سياق المعركة التخادمية بين ايران وادرعها في المنطقة من جهة وبين اسرائيل من جهة اخرى فبعد شهر من القصف الاسرائيلي لميناء الحديدة ارعدت ميليشيا الحوثي وتوعدت بالرد لتقصف فجر امس الجمعة شركة صافر النفطية بمارب بثلاث مسيرات انتحارية تم اعتراضها واسقاطها ومنشأة صافر هي مؤسسة حيوية مدنية وهي ممتلك عام لكل المواطنين اليمنيين واحدى روافع البنى التحتية للاقتصاد الوطني وبدلا من ان يكون الرد الحوثي على القصف الاسرائيلي لميناء الحديدة بضرب المنشآت الحيوية للاحتلال الصهيوني اذا هو يستهدف اهم مؤسسات الاقتصاد الوطني اليمني لقد استدعت الميليشيا العدوان الاسرائيلي لتدمير الميناء الدولي كما يستنبح الكلب السباع وبدلا من الدفاع عن الميناء او الرد بالمثل على المعتدي ترى الميليشيا ان الرد المناسب هو تدمير البنى التحتية لليمن ويتواكب هذا العدوان الحوثي مع جهود دولية ووساطات اقليمية حفيثة للعبور باليمن من انفاق الحرب الى جسر السلام المنشود ما يؤكد ان الميليشيا تفتعل كل ما يعيد البلاد الى الحرب الشاملة بنسف الزمن التهذئة الشكلية وهدنة وقف اطلاق النار لكن مع استمرار الدخان وان سلاح الحوثيين موجه بذقة ثابتة الى صدور اليمنيين ومصالح البلاد الحيوية وكل ما عدا ذلك مجرد لعب على المكشوف اشتركوا في القناة